كان في تكمل الخبر اللي فات بس نسيتها هل فيه ان المهندس هانا بوريدة بعد عودته كابتن حسام حسن فيه خلافات والكلام اللي بتقال وانه التصريحات اللي قالها كابتن حسام بص زي ما انت بتقول انت عارف وانا عارف والمهندس هانا عارف والكابتن حسام عارف ان التصريحات كان مقصود بها المهندس هانا بوريدا ولكن تم تصفية الاجواء بمكالمة على تليفون الدكتور أشرف صبح وزير الشعوب الرياضة ولكن المهم في الفترة اللي جاية هو المجلس هيدعم الكابتалист حسام حالة الوحيدة انه ماينجحش الكابتsoever حسام هيمشي لكن طول ما هو ناجح فالمجلس هيدعمه لان هو ماشي بخطة سابتة وناجح فمحاديش يقدر يقرب له عظ dominant فده الطبيعي يعني مين بقى اللغط الكبير اللي على المدير التنفيذي ومين هو المدير التنفيذي اتقال بعض الاسماء مين بقى المدير التنفيذي ده اخطر منصب طبعا في اتحاد الكور من اخطر واخوى المناصب ده هو المنصب التنفيذي الوحيد داخل مبنى الجبلية بص الناس اتكلمت على انه الكابتن اهاب لهيطة مدير المنتخب السابق انا تواصلت شخصيا مع الكابتن اهاب وقلت له انه الكلام بيتقال كذا كذا فقال لي بص انا عندي هو بنسبة كبيرة هترشح لرئاسة نادي الجزيرة وهو كمان عنده بعض الاشغال الخاصة به فهو مش فاضي لهذا الامر وفي نفس الوقت هو تراجع واعتذر بطريقة شيك للمهندس هنا وديد اللي بعديه الاستاذ او الدكتور مصطفى عزام وهو ايضا كان موجود قبل كده في مشروع الهدف ولكن الامور برضو لسه متحسمتش في الحتة دي قريب انا وقل لك المرشحين ولكن البعض بيتغافل انه اللي موجود حاليا الكابتن مدير العطار انه هو ايضا للنصيب الاجبر عند المجلس الحالي بحكم انه هو شغله اللي قدمه هم عايزينه يبقى موجود ولكن الاختياراته تبقى على الترابيز بالنسبة للمدير التنفيذي الحالي هو اه اسهم كتيرة او كبيرة للكابتن موجود العطار ولكن القرار النهائي هيحسمه الترابيز عايزك سؤال فضل لو عارف قولي عارف مش عارف قولي مش عارف هو انتخابات مش المديري تنفيذ دي بتوقع مسابقة بص كانت الاول بتبقى ترشح بالزبط اللي انا ورعليك والناس بتقدم ولو تفتكر ده اللي جيبيا اللي هو صارت سويلا موقتها والدكتور علاء عبدالعزيز ودخلوا على الترابيزة شافوا السيارة الذاتية اه واختاروا وقتها ثم بقت ايه دلوقتي حاليا بيعرضوا الامر دايما انه الجامعة العمية بتسيب الامر ده ما تروك لاتحاد القرى والاتحاد القرى بيختار فالاتحاد القرى بيختار وبيخليه قدم هو بيعلن بيعلن وتروح تقدم وانا قدم والناس تقدم بس اللي هم مختارونه بيخليه قدم وياخدوه خلاص يعني الموضوع برضو ايه يعني احنا دلوقتي اربعة اه هروح نقدم اديني فرصة كامل فضل احنا الاربعة دلوقتي جايين من العدم احنا جايين بنشتغل الشغلانة بتاعت الادارة دي ومتعلمين ادارة تمام وعايزين فرصنا في ان احنا نبقى موجودين في اتحاد القرى حلو كده وفي واحد خامس وفي واحد سادس موجودين اتحاد القرى عايزهم او معروفين احنا الاربعة بنروح نقدم كنبارسات اه بس ما كونوش عارفين هم كنبارسات لا يعني انا بقول له لا لا مش الاتحاد اللي مقدمين مش عارفين هم كنبارسات اي حد بيرروح يقدم يعني انا حقي ده شو ما اناقول لك مهلوة صارت سويلة مغيره قدمه وكان الموضوع متأفل للدكتور علاء عبدالعزيز لولا ان حدث خيانة لا تسخنش لولا ان حدث خيانة عالترابيزة للمهندس هنا بريده وقتها تكر انه قلت لك بلاش لا 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 خليه خلاص بقى اللي بتكلم عليه هو حبيبي مش هيقوله حي حصل وقتها خيانة المهندس هنا بريده من الاعضاء على الترابيزة فقال لك نعمل تصويت سري عملوا تصويت سري راح الورق مدكنينه وجيه استاذ جمال علام قال لك لا انا مش هختار بقى طالما احركتوني لانه صوته يحسن بصوتية واتحسمت اللي هو صارت سويلا مع ان الاتفاق كان الدكتور علاء عبدالعزيز واللي هو صارت مقدم عشان في الاخر مش هتاخد فهي بتحصل بنفس الطريقة الناس كلها بتقدم لكن هي الاصل فيها مسابقة الاصل انت لازم تعلم المدير التنفيذي لازم تعلم وبتعلم في جريدة رسمية اه 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 فانت بتعلن وفي الاخر بياخدوا اللي هم عايزين وبعد كل اللي احنا قلنا ده وارد وارد انشان لو احتاجنا الجملة دي انه يبقى المدير التنفيذي شاب عند 40 سنة عاملة قبل ذلك في احدى الهيئات الرياضية الكبرى يعني بس طيب بس عبدالباصت معلش انا يعني بشكرك طبعا على الخبر ده بس اتمنى والله هذا اتمنى حقيقة يعني احنا احنا جماعة منفعش نتغول على حقوق الناس اللي بتشتغل في الادارة بقالها فترات كتير في اماكن كتيرة مختلفة واللي عندهم دراسات ولي 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 منفعش نتغول على حقهم فلما لو هو زي ما عبدالباص بيقول هي مصابقة رسمية زي ما احنا ما فاهمين وهذه المصابقة بيتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية وبالتالي يتقدم اليها المترشحين فانا ما ينفعش اكون بحجب حقهم من دلوقتي باختيارات مسبقة ده ما ينفعش واذا كنا بنتكلم مع المهندس هاني ابو ريدا بصدر مفتوحة بمحبة كبيرة جدا جدا اهو بقول تاني هون وبشفافية كبيرة وبرغبة في ان الفترة اللي جاية تبقى فترة تقدم ارجو ان ده ما يحصلش واضحة يا ام مباشرة لان انا لو قلت امين وختمت عالكلام ده بقى انا راجل مسحقش مكان ده موجود فيه بصراحة ما بقولش كلمة الحق اذا هو ده الشكل تاني بقول اذا هو ده الشكل فلا ايب ما يصحش الناس كلها تتقدم وتترشح واختار الافضل ليه من حيث المعايير المناسب من حيث المعايير لكن بالشكل ده كده انا ما وفقش وما عديش الكلام ما يوقف هنا ما يعديش حاجة اخيرة عشان تبقى المعلومة كاملة انه اللي بيعين فقط هي اللي جان المعينة يعني لو في لجنة معينة من الفيفا هي فقط اللي تعين مدير التنفيذي لكن طبعا مجلس ادارة لابد ان هو يعلن حصل ده امتى؟ حصل مع لجنة أستعمر الجنيني لما جيه مشى اللي هو سارة سويلا معينه أستاذ ويدر عطار ترجمة نانسي قنقر